شاركت مصر في الاحتفالية التي نظمتها تنزانيا بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية وذلك على نهر رفيجي بحضور رئيسة تنزانيا سميا حسن ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في الاحتفالية الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين ومسؤول التحالف المصري المنفذ للمشروع وأكد عدد من مسؤول الوفد الحكومي المصري أن مشاركة مصر في الاحتفالية تأتي في ظل ما يمثله مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري من أهمية كبيرة جدا للشعب التنزاني وذلك في إطار ما توليه مصر من اهتمام كبير بتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر